السلام عليكم معكم وليد في الفيديو اليوم سنقدم لكم أقوى الهواتف ليقدموا لكم أقوى آداء في الفئة السعرية وفي هذا الفيديو سنهتموا غير بالمعالج والآداء ليقدموه الهواتف لا نهتموه بالكاميرا ولا الشاشة ولا البطارية ولا التصميم ولا أي عفسة أخرى من غير المعالج والآداء اللي قدموه هذا الفيديو مخصص غير للآداء في الألعاب الناس اللي تحب تلعب وتحب تشاري هاتف ونمدلكم هواتف من زوج حتى 8 ملايين ونمدلكم هاتف و الهاتفين تقدروا تشاروه في كل مليون سنتيم يعني من زوج حتى الثلاثة ملايين من ثلاثة الاربع ملايين وهكذا حتى الثلاثة ملايين وعلى هذا لما نطول عليكم هاتف ونبدأوا في الفيديو اليوم موسيقى بدأوا بالفئة السعرية تعزوج حتى ثلاثة ملايين في هذا الفئة السعرية نلقاه هاتف من شركة انفينيكس واللي هو الانفينيكس نوت اونس هذا الهاتف جاي بشاشة امولاد بداقة الفول ايش دي بيتردد 60 هيرتز مبصح جاي بمعالج الميدياتيك هليو جي 88 وهذا الهاتف فيه بطاريا 5000 ميلي اومبار مع شحن سريع 33 واط مبصح تديروا في بالكم لازم تشاروه هاد الهاتف بالنسخة 64 و 64 باش تجيكم السوماة قل من ثلاث ملايين وهذا الهاتف فري فري ناقص يعني انا اشتب نسخة 64 و 64 يتباع 2800 و 2900 يعني لو كانت جيبه نسخة اعلى رح تطلع فوق الثلاث ملايين اما بالنسبة للهاتف الثاني في هذا الفئة السعرية فهو الرالمي 7500 هاد الهاتف جاي بشاشة IPS LCD بداقة HD Plus يعني شاشة نقصة شوية نبصح هذه الفئة السعرية بتردد 60 هرتز هاد الهاتف جاي بمعالج ميدياتاك هيليو جي 85 من الاقوى المعالجة اللي كان في هاد الفئة السعرية وجاي بطارية 6000 ميلي امبار مع شعن سارع 18 وات يعني هاد الهاتف اكبر بطارية نقلو تاني افضل معالج في هاد الفئة السعرية اما بالنسبة للفئة السعرية تاعة 3 حتى 4 ملايين نلقاه الهاتف اللي نقولو عليه من اكتر الهاتف مبيعا في الجزائر ويعني هاتف حاكم بلاس 2 في السوق ما بين 3 حتى 4 ملايين يعني اي واحد سقصي يقولك هاد الهاتف من 3 ال 4 ملايين ولي هو الريالمي ويت هاد الهاتف جاي بشاشة اي بي اس ال سي دي بدقة الفول اي جي دي بلاس بتردد 90 هرتز ومع معالج الميديا تاك هيليو جي 96 وهاد الهاتف من افضل المعالجة اللي كان من 3 ال 4 ملايين ومن 4 ال 5 ملايين وهاد الهاتف جاي بطارية 5000 ميلي امبار مع شحن سارع 18 وات اما بالنسبة للافضل هاتف الفئة السعرية التاني يعني هو الريالمي التاني هاد الهاتف جاي بشاشة اي بي اس ال سي دي بدقة الفول اي جي دي بلاس بتردد 90 هرتز مع معالج الميديا تاك هليو جي 88 هاد الهاتف جاي بطارية 5000 ميلي امبار مع شحن سارع 33 وات اما بالنسبة للفئة السعرية ما بين 4 ال 5 ملايين نلقاه الهاتف الغني عند التعريف هو البوكو اكستر واكرو هاد الهاتف جاي بشاشة اي بي اس ال سي دي 120 هرتز جاي بمعالج سناب دراجون 860 من اقوى المعالجات تانيت في هاد الفئة السعرية وجاي ببطارية 5020 ميلي امبار مع شحن سارع 33 وات هذا هو اكتر هاتف نصحكم به في هاد الفئة السعرية اما بالنسبة للهاتف التاني فهو رادمين نوت 11 اس هاد الهاتف جاي بشاشة اي بي اس ال سي دي بداقة الفول اي اي ج دي بلاس مع تردد 90 هرتز هاد الهاتف جاي بمعالج الميدياتك هيلو جي ستة وتسهين يعني معالج كاين في الريالمي ويت اي يعني معالج قوي شوية متواجد في هاتف اقل منه يعني لا حبي تشري في هاد الفئة السعرية نصحك بالبوكو اكستروا برو ولا تنزل للريالمي ويت اي يعني هاد الهاتف ما نصحكش به بزاف ما سيقدم اداء مليح في الالعاد وهذا الهاتف جاي ببطارية 5000 ميلي امبار ما عشان سريع 33 واط كما قلت لكم هاد الهاتف ما نصحكمش به بزاف اما بالنسبة للفئة السعرية تاع الخمسة حتى ستة ملايين عندنا الهاتف البوكو افطر وامب هاد الهاتف جاي بشاشة امولاد بتاقة الفول ايج دي بلاس بمعالج سناب دراجون 870 مع بطارية 4500 ميلي امبار شحن سريع 33 واط الهاتف الثاني نصح به في هذه الفئة السعرية هو البوكو اكستروا جيدي هاد الهاتف جاي بشاشة اي بي اس ال سي دي بداقة الفول ايج دي بلاس بتردد 120 هرتز مع معالج دايمون سي تي 1100 هاد الهاتف جاي ببطارية 5000 ميلي امبار مع شحن سريع سريع بالزاف يعني كما اقولوا وهو 67 واط اما بالنسبة للفئة السعرية العليا من 6 لسبع ملايين نلقاه هاتف اللي ناقص شوية على الاسواق حاليا يعني هواتف شاومي بعد الاطلاق من ثلاثة الاسمانة يكونوا متوفرين بكثرة في الاسواق خصوصا السوق المغربي التونسي الجزائري والمصري يعني مما يكونوا متواجدين بكثرة هواتف شاومي بعد الاطلاق تحتها نبسح هذا الهاتف لقى تأخر بزاف توفر ما فهمتش خصوصا في الجزائر القليل اللي نخلوه منه احبات قلال برك واللي هو البوكو اكس كات جي تي هاتف جاي بشاشة IPS LCD بطاقة الفول HD بتردد 1440 هرتز مع معالج دايمن سي تي 8100 وبطارية 5000 ميلي أمبار مع شحن سريع 67 واط اما بالنسبة للهاتف الثاني هاد الهاتف فيه نفس المعالج ومتوفر به كثرة واللي هو ريالمي جي تي نيو 2 تي 5 جي نكتب لكم الاسمتاعو هنا بشواحن ما يغلط هاد الهاتف جاي بشاشة امولاد ديقة الفول ايج دي بلاس مع تردد 120 هرتز مع المعالج دايمن سي تي 1200 هاد المعالج من أقوى المعالجات اللي كان في الفئة السعرية هاده حتى 10 ملايين هاد المعالج من أقوى المعالجات صح وماشي هو نفس المعالج اللي متواجد في البوكو إكس كات جي تي ومسح الاداء تعوى قريب بزاف منه وهاد الهاتف فيه بطارية 4500 ميلي امبار مع شحن سريع 33 واط اما بالنسبة للفئة السعرية الاخيرة واللي من 7 ال 8 ملايين نلقاه المالك تا هاد الفئة السعرية واللي هو المي 11 تي هاد الهاتف جاي بشاشة سيبر امولا المالات بتردد 120 هرتز بضيقة ال Full HD Plus مع معالج دايمون سيتي 1200 هاد الهاتف جاي بطارية 5000 ميلي امبار مع شحن سريع 120 واط هاد الهاتف جاي بشاشة سريع من اسرع الشواحن اللي كانوا في العالم حالي و هاكده نلوصن الافعنتم الى فديو تعلية و مشها تكون الحديث من تجبتكم منها يوجد فيديوز تفاو منها و الهاتف كل ما نطول عليكم لا تنسوش توابوني في الانستغرام الانستغرام شكرا